زخم التظاهرات الداعمة لغزة في العالم يتزايد مع توسع العدوان الإسرائيلي على القطاع المقاوم الرأي العام العالمي يواصل منذ اليوم الأول للعدوان تأكيد دعمه لأبناء الشعب الفلسطيني في فرنسا تتواصل التظاهرات والمسيرات في باريس وغيرها من المدن خرجت تظاهرات حاشدة رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناددة بجرائم الاحتلال وسط دعوات إلى تظاهرة ضخمة بهدف الوصول إلى العاصمة البلجيكية بريكسل بحلول الأول من الشهر المقبل للمطالبة بوقف النار وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة وفي بريطانيا أيضا يتكرر مشهد التظاهرات وهذه المرة ضد المؤسسات والشركات الداعمة لإسرائيل وطالبت بقطع العلاقات معها أما في مالمو السويدية فأصر المواطنون على الرغم من انخفاض درجات الحرارة على الخروج إلى الساحات والشوارع مجددا للمطالبة بوقف المجازر في غزة المشهد هذا لم يغب عن ساحات فيينا وكوبنهاجن وغيرهما من مدن أوروبية أما في أمريكا فقد نظم أبناء الجالية اليمنية تظاهرة في ولاية نيويورك بالتعاون مع جمعية تحرير فلسطين والعشرات من منظمات المجتمع المدني والمتضامنين من الشعب الأمريكي رفضا للعدوان الإسرائيلي وفي سيول عاصمة كوريا الجنوبية صدحت الأصوات الداعمة لغزة وفلسطين لتمثل الصوت الحر في عالم باتت تكتم فيه كلمة الحق ولتكون بذلك هذه المشاهد أبلغ رد على محاولات الإسرائيلي ومن معه تعميم الترهيب ترجمة نانسي قنقر